السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم في برنامج فنون تربوية ومع الحلقة رقم 21 وهي بعنوان مشكلات خطيرة تحدث للأبناء بسبب الضرب الضرب مشكلة موجودة في كتير من البيوت وتكلمنا على أنه ما فيش مشكلة بتحل بالضرب وأنه الضرب مؤذي جداً لنفسات الأولاد وبيسبب مشكلات خطيرة لهم أبسط حاجة إنخفاض تقدير الزاد تحس إنخفاض تقدير الزاد دي مشكلة قليلة لا طبعاً مشكلة كبيرة جداً لأنه عارف لو واحد يعني إيه إنخفض في طوله أو في جسمه دي أسهل ما إنخفض في تقديره لذاته لأن تقديره لذاته يعني شعور بالدونية يعني شعور بالضعف يعني شعور بالعجز الداخلي إنخفاض تقدير الزاد يعني هو أقل من إخواته يعني أقل من زميله يعني أقل من الناس إنخفاض تقدير الزاد يعني يقبل بالوظيفة المتدنية بعد كذا ويقبل حتى لو فيش اسمة عادلة وعمره ما يدفع عن حق وعلى الإطلاق حاجة بسيطة نخفض تقطير الزاد بسبب الضرب لأنه بيحس أنه مالوش أي قيمة ومالوش أي لازمة وأنه هو مذنب وأنه مخطئ وأنه يستهل العقاب وما شابه خالب أنه طول العمر ممكن يعني يستدقى الاكتئاب استدعاءا لأنه عنده إحساس بالزنب لأن العمود الفقري للألأ والاكتئاب والوصاص القهري إحساس بالزنب والشعور بالإسم فبالتالي الضرب ممكن يسوصله حتى للاكتئاب لأنه بيحس من صغره أنه كان بتضرب علشان أنا غلط علشان أكيد أنا بعمل حاجة وحشة علشان أنا مذنب علشان كذا لدرجة أنه بعد كده لو حتى الأب والأم يعني الشخص كبر والأب والأم حتى لو بقوش موجودين ماتوا بتاعه لأنه بيستدعي الضرب لنفسه يعني من خلال الضمير الضرب من خلال العقاب الذاتي الضرب بالقلق الضرب بالاكتئاب الضرب بالخوف الضرب بالانزواء يعني شوف الضرب ممكن يتحول كمان عصر الأب وممكن تتحول لعصر داخلية جواه بتقنبه وبتضربه داخلية نفسيا وبتخليه مش قادر يمطلق يعني يعني بتكسره نفسيا يعني طيب الضرب بالمنطقة البساطة بيخلى الولد يخاف وقال دايماً بنقول فخليه يجذب يعني لأنه طبيعي ولد يغلط فحييخاف من الضرب فبتالي يجذب فما تجيش تقول لي أصله الابن يعني إيه بيجذب ما بيجذب الأسباب فترة جداً وأهمها الضرب لأنه بيخاف فبالتالي إيه خاف من العقاب البدني وبالتالي أو العقاب النفسي يعني الضرب ممكن يبقى جزء من القسوة الزايدة يعني فاشل وخيب ومش نافع وكذا 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 طيب الضرب ممكن يوصل الولد دي العناد يعني هو بيعاند مع حد بيأذيه وبالتالي بيبقى العناد ده وكأنه عضوان مضاد يعني على الأب والأم يعني إنتم بتضربوني طبعاً هضربكم بس بطريقتي لما قول لأ ده بدايقكم فبالتالي إنتم بدايقتوني مبارحنا هدايقكم النهاردة في لأ يعني طبعاً الضرب بيخلي فيه طاقة سلبية تبقى موجودة جوه في شحنات سلبية فبتحول لعصبية بتحول لخنقة بتحول لديقة بتحول لقدم أظافر وبتحول لوصي إصبع وبتحول ليه إن الشخص يبقى مش قاعد على بعض ويبقى عصبي طول العمر يعني كمان الضرب بيبقى عنف عشان كده إيه بيولد عنف فبالتالي الولد بيبقى عنيف سواء إن العنف بقى اللي حضراتكم كأب و أم أو العنف يتنقل لإخواته أو لزميله أو لجرانه أو ما شابه يعني فطبيعي جداً إن أنا هغرس في الولد عنف هيرتد عنف هغرس في حب هيرتد حب وهكذا يعني بس دايماً يعني إيه في الفيزياء يعني إنه الشيء نفسه في القوانين يعني لكل فعل رد فعل مساول له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ده في الفيزياء لكن في علم النفس عندنا لا الأمر مختلف لكل فعل رد فعل ممكن ما إيش مساول له في المقدار ممكن يبقى أكتر أنت ضربته وهو كسرك ده أكتر يعني تمام مساول له في المقدار لا أكتر كمان من المقدار أو أقل من المقدار يعني لو هو خايف أو كده ومضاد له في الاتجاه يعني لو ضربته يضربك لا ممكن مش مضاد له في الاتجاه ممكن يحول العدوان لاتجاه داخلي يعني يمكن الشخص يعني يفضل يحن في نفسه كده لغة لما يجيب له خولون أو ضغط أو سكر أو جلط يضع عدوان على ذاته أو ممكن يجيب لنفسه ألأ أو اكتئاب أو خوف أو بدأ عدوان على ذاته اللي فكرة ممكن يقطع شفافه أو قدم أظافر أو يخبط في باسمه أو يخبط فيه يعني العدوان مش شرط يخرج للخارج إنه ممكن يدخل إيه للداخل يعني فالضربه ممكن يخلي فيه مشكلات خارجية وداخلية بالنسبة لي الابن يعني لدرجة إنه مش بس كده يعني فيه طفل ممكن ما يبقاش عدواني لكن يبقى خواف سلبي جبان من الضرب يعني ده ممكن الضرب ده يخلي الطفل شخصية سايكوباتية في المستقبل شخصية سايكوباتية يعني شخصية مضادة للمجتمع يعني يكسر كل حاجة هو بيتضرب فيخر جرم الزبالة في الشارع يتضرب يطعل إيه السفنج بتاع الأوتوبسات وهو براكب فيها في المواصلات العامة يتضرب فممكن يكسر الحاجات يعني المهم إنه إيه ما هداش إلا لما إيه يكسر حاجة وبالتالي عارف ويقول لك واحد كبير بقي أنا كل ما تدايق لازم أكسر حاجة وكل ما تدايق لازم أشق الجلابية وكل ما تدايق لازم معرفش أعمل كذا ما هي فكرة عدوان وهو صغير وما كانش قادر يعمل عدوان مضاد لأنه حاسس بالضعف يعني أو حيتكمل عليه ضرب فبالتالي كان دايما يكسر الألم الألم ده تحول لغاوت لما يكسر حاجة المراية أو حد يكسر يعني نفسه أو الجلابية أو يقطع الجلابية أو يقطع الهدوم يعني طيب في حد بيتضرب على طول لدرجة أنه بيحس بالخوف الرهيب جدا والإحساس بعدم الأمن والإحساس بعدم الأمن ده ممكن يسبب له حاجات كتير جدا يعني أبساط هنقص الصقة بالنفس حاسس أنه ما عندهش ولا إيجابية ولا عنده حاجة حلوة ولا عنده أي إمكانيات ولا نقاط تميز ولا شكله حلو ودايما معاقب لأنه أقل أخواته وأقل الناس بشكل دائم يعني وبيحولوا الشخص خجول وعنده عدم قدرة على التواصل لأنه يتواصل إزاي ولسه مضروب طيب يتواصل إزاي هو خايف من كل الناس لأن الأب والأم بالنسبة لهم العالم فبالتالي العالم مؤذي العالم مؤذي فبالتالي لما بيكبر هو كمان مؤذي للعالم بهذا الشكل وممكن كمان يعني زي ما قلت لك يبقى فيه اكتئاب لأنه العالم يعني المكتئب دايما عنده ثلاث حاجات كده يقول لك الذات العالم المستقبل الذات سيئة أنا سيئ أنا وحش أنا غبي أنا فاشل أنا مليش لازمة وبالتالي والعالم العالم محبط كل الناس مؤذية والمستقبل مليش ملامح المستقبل سود ده اللي بيخلي المكتئب لما الاكتئاب يزيد ينتحر لأنه حاس أنه مليش قيمة على الإطلاق والعالم مؤذي والمستقبل سود فبالتالي شوف الضرب ممكن يوصل لإيه وفيه أطفال بيجي لهم اكتئاب مش لازم يستنى لغاية لما يعني استدمج طاقت العدوان دي جواي وحولها ليه اكتئاب يعني كمان الضرب ممكن يسبب للطفل تباول لا إرادة علشان الخوف وبالتالي الضرب ده ده الطفل يتخيل وكأنه نايم وبعدين في حلمه كابوس وبيتضرب فبالتالي بيبقى إيه خايف يعني الضرب بيسبب مشكلة تتاهتها لكتير من الأولاد لأنه الكلام هوى ممطوق فهو دلوقتي يبقى عنده مشكلة في التنفس حتى في خراج الهوى فبالتالي في مشكلة في خراج الكلام فيسبب مشكلة في التهتها لأنه كمان خايف يتكلم خايف يتكلم وبعدين في صراع داخلي يعني لو اتكلمت حاش تم وبالتالي أكتم الشتيمة دي ويحلها التهتها لأنه تكلمت ولا ما تكلمتش لكن حصل التهتها بسبب إيه الضرب يعني حتضربه وحيسرقك بص انت بتضربه وبفهم بتوجعه وهو يقولك فين يوجعك لا فلوسك فممكن إيه يسرقك يعني حتضربه حتوئد الطاقات الإبداعية حتوئد الطاقات الإبداعية في مهديها يعني طفل طالع كده وبتاع يعني انت بتضربه فهو كان عايز يبقى مبدع بيلعب كده عشان يخترح حاجة ضربته وقفت دي بيرسم ضربته وقفت دي بينشد وقفت دي مش عارف بيلعب لعبة معينة أو سباحة أو كور بتاع وقفت كل الطاقات الإبداعية اللي عنده ووصل لمرحلة يعني لما بتقوله خايب وفاشل وضعيف وجبان وهو بيتضرب فبرمج عقل الباطن على ان انا فعلا غبي وفاشل وشعر فيه بتاع ودي مش حقيقة يعني مش حقيقة ربنا خلقه على الفطرة وخلقه سوي وخلقه كويس جدا بس بالضرب انت بتوصله المخلوق غريب بتوصله لحد تاني على اطلاق هيكفي انه من خلال الضرب الطفل بيكره الاب والام ولانه بيحسس بالزن بانه بيكره الاب والام هترتد الكراهية على الذات فيكره نفسه اللي برضو في الاخر خالص ممكن يوصله ليه يعني خوف او قلق او نوبة هلع او اكتئاب او ما شابه يعني فنبعد يا جماعة عن الضرب لانه محلش مشكلة على الاطلاق بالعكس ده بيسبب مشكلات خطيرة جدا للاولاد شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته